موسيقى السلام عليكم و أهلا بكم من جديد في حلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذه الحلقة الناقذة الأكاديمية العربية من الأردن الدكتورة لندعبيت موضوع حلقتنا لهذا اليوم الموهبة والبيت قبل أن نبدأ حوارنا مع ضيفتنا لهذه الحلقة دعونا نتابع هذه الأخبار الثقافية أهلا بكم نعت الأوساط الثقافية العراقية الفنان العراقي الكبير طاه سالم الذي توفي عن عمر نهز الثمانية وثمانين عاما بعد صراع طويل مع المرض والفنان الراحل ينتمي إلى الجيل الثاني من المسرح العراقي الحديث وهو ممثل ومؤلف مسرحي كبير كما كانت له عديد المشاركات في السينما العراقية حلت النسخة الإنجليزية من رواية فرانكشتاين في بغداد للروائي العراقي أحمد سعداوي في القائمة الطويلة لجائزة مامبوكر الدولية التي أعلنت في المملكة المتحدة وسعداوي هو الروائي العربي الوحيد في القائمة إلى جانب 12 روائيا من آسيا وأوروبا وأمريكا الجنوبية حدث ثقافي وطني ضخم شهدته تونس الثلاثة الماضي بافتتاحها الرسمي لمدينة الثقافة وذلك تزامنا مع الاحتفالات بالعيد الوطني للبلاد وستكون المدينة منبر الاحتضان مختلف المهرجانات والنشاطات الثقافية والتي طالما واجهت مشكلة عدم المواقع المناسبة لإطلاق فعالياتها وتضم مدينة الثقافة في تونس ثلاثة قاعات عرض وثلاثة مسارح ومكتبة سينمائية ومتحفا للفنون المعاصرة ومركزا وطنيا للكتاب وآخرا للاستثمار الثقافي ومجمعين للسينما والفنون المرئية إضافة إلى قاعات الأوبرا والحفلات والمسرح التجريبي مع أروقة للمعارض الفنية المختلفة بدأت في تردنت المغربية الدورة الحادية عشرى للمعرض الجهوي للكتاب والقراءة تحت شعار تردنت حاضرة العلم والثقافة وتنظم مجموعة من الورش في الكتابة والقراءة والرسم والتشكيل والخط والزخرفة إلى جانب مشاركة عدد من دور النشر والمؤسسات والجمعيات الثقافية بعد تأجيله سنة الماضية بسبب صعوبات واجهتها دور النشر في شحن الكتب من المقرر افتتاح معرض عدن الدولي للكتاب بدورته الثالثة يوم الاثنين القادم السادس والعشرين من شهر آذار الجاري وزير الثقافة اليمني أكد مؤخرا على افتتاح المعرض فيما لم يتضح حتى الآن حجم الاستعدادات اللازمة لذلك تنتهي بنهاية شهر آذار الجاري مهلة الترشح للدورة الثانية عشر لجائزة عبد الحميد شومال لأدب الأطفال لعام 2017 وموضوعها القصة الموجهة للفئة العمرية من ثمان سنوات إلى اثنتين عشرة سنة والجائزة سنوية تمنح في مجال أدب الأطفال عن فئات القصة والشعر والرواية والنص المسرحي للأطفال أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذه الحلقة الناقدة الأكاديمية العربية من الأردن الدكتورة لندا بايد موضوع حلقتنا لهذا اليوم الموهبة والبيئة مرحبا بك دكتورة لندا ضيفة على فضاءات شكرا جزيلا لك وأبدأ كلامي برد التحية فأقول الحب فاتحة الكلام الحب فاتحة القصيدة والغناء فرح طفولي شقي بعض ارتعاشات الرذاذ على الشجر الحب أنثى من مطر الشكر الجزيلا لقناتكم الرائدة في دعم الثقافة والمثقفين والشكر لك أيضا الصديق الشاعر محمد صيف الذي إذا رتل قصيدته يعني أقولها بصراحة وبلا مجاملة تأتي بغداد صبية بكامل أنوثتها وبهائها وفتنتها تسير في شوارع عمان تيها ودلالا فنسعد أكثر شكرا جزيلا أصبحت أنا الضيف الآن شكرا جزيلا لك ولدت في مدينة جرش قرية ساكب هذه القرية تتوسد سبح جبل أخضر موشح بالتين والزيتون والخوخ والمشمش هذا المشهد الجميل الأخضر مع الفاكهة ماذا أضافه للطفلة لندعويد الحقيقة المكان يشكل الذاكرة الأولى للإنسان هو الرحم هو الوطن هو البداية ودائما أقول أنا أنه لا أجمل من أن تكون أقرب إلى السماء أن تحيا على الجبال فهذا يعني أنك قريب من السماء المشاهد الطبيعية المدهشة لينبيع الأشجار أنا دائما أقول بستان جدتي كانت البداية هناك أصدقاء الطفولة العائلة المتوائمة التي تحب بعضها بعضا حيث كل شيء نقي كل شيء بكر على صوره الجميلة الأولى فأقول إذا ما تحدثت عن ساكب أنا أتحدث عن التراب الذي جبلت منه يتدفق في داخلي دفق مختلف ويحضر في بالي دائما صورة بستان الجدة وشم الجدة ثوب الجدة كلنا كنا ندور في هذا الفضاء وأزهار الأقحوان التي كنت دائما أعمل على جمعها وأخلق طوقا من الأقحوان أضعه على رأسي وحين أتقنت الكلام في البدايات كنا دائما نقول جنة نار نار جنة أتذكر تلك الألعاب الصبيانية الشقية تماما كبرت تلك الصبية قليلا نضجت قليلا فتحولت حبات الأقحوان إلى يحبني لا يحبني يحبني لا يحبني وحين غادرت القرية بقيت تحمل هذه الأجواء الجميلة الدافئة في أعماقها وصارت هي العجينة التي تشكل منها لاحقا الشخص والحكايات والأفكار مع طبعا إرهاصات الدخول في مرحلة النضوج لكن أنا أقول أنه انتقلت من الأقحوان الذي لم يفارقني تماما إلى أن بدأت أن ألم يسمي للمدينة وبعد أن كبرت أكثر تعلمت أن أصبأ بالأقحوان وبالياسمي جميل بشكل إذن هذه الأضافات الجميلة هي التي أو هذه البيئة الجميلة الوادعة الخضراء تركت كل هذه كل أدوات الجمال في داخل ليندا عبيد فيما بعد تحول إلى أدب إلى نقد إلى كتابة إلى هذا المشوار معروف أن المجتمع العربي بعرافه القاسية يقف حائلا هذه العراف تقف أو تحول دون إبداع المرأة الأنثى هل كانت ليندا عبيد استثناء من هذه العراف؟ لا أظن أنها ستكون استثناء إنما عليها أن تحاول حتى تصنع من نفسها استثناء وهذا ما حدث نحن نحيا في مجتمعات محافظة وهذه المجتمعات متقاربة في مفاهيمها مجموعة من القوانين والتابهات لا يجوز لك أن تخرق هذه القوانين والتابهات زد على ذلك على أن إبداع الأنثى في الأغلب هو مدفوع الثمن فالذات الأنثوية أو البطلة التي تتحرك في ثنايا هذا العالم المتخيل المرسوم على الورق دائما محاطة بالأسئلة الاجتماعية الكثيرة هل هذه هي؟ هل عاشت هذه التجربة؟ ثمت علامات استفهام كثيرة تحاصرنا مثلما هي تحاصرنا في حياتنا الاعتيادية والاجتماعية لكن أنا أقول أن الأشياء الجميلة هي في الأغلب خارج عن القانون الحب خارج عن القانون الكتابة خارج عن القانون فإذا أردت أن أتنازل عن حقي في أن أرسم أحلامي وأفكاري وما أؤمن به وأحس فيه على الورق فتلك مصيبة فهل يفلت المجتمع يدك تماما ويقول لك تحرك كما تشاء وأنت استثناء؟ هذا لم يكن ولن يكون لكن أنا دائما أقول هو التمرد اللطيف الذي لا يخدش كثير من الأشياء طبعا أنا أرتكب فعلي للكذب الجميل فأقول أنه هو التمرد لا يخدش كثير من الأشياء لكن الحقيقة إن أردت أن أفرد جانحي سيخرق أشياء كثيرة كيف يكون الكذب جميلا؟ الكذب جميلا حينما تريد أن تظهر بصورة فيها شيء من الوهج والجمالية من الأشياء لأنه أنا دائما أقول أن الاقتراب الكثير من المشهد المتوهج أو المشهد الجميل يجعلك تقف أمام كثير من الانتكاسات البثور الأخاديد يعني يخفت هذا الضوء حينما تريد أن تراوغ فأنا أقول أن هذا هو التمرد اللطيف أنا أفرد ذراعي وأحاول أن لا أخرج على قوانينكم كثيرا لكن أنا أدرك في أعماقي أنني أفتش عن الحياة كما أرتقيها أحاول أن أعيش قدر المستطاع كما أفكر وكما أحس والحياة قصيرة أعتقد أن المبدع أن امتلك خصوصية الوضع وتشكيل الثقافي والفكري يختلف عن الآخرين ينبغي أن تحاول أن تصنع عوالمك الخاصة ومساحاتك الخاصة يعني أذكر من باب المزاح في إحدى القصص كنت دائما أستشعر بأن ربطة الفرس التي أرفع أو أرتب شعري بها أشعر أنه دائما هي كانت تثير إرباك في مجتمعي تثير همسا أن تفتح الزر العلوي للقميص يثير همسا أن يطلب منك أن تضع وشاحا في الحفلات والمناسبات الاجتماعية لمقارب كثيرة أن تحاصرك الجدة والجارات وبنظاراتهن والهمس الذي يعني كلنا نعرف كيف يكون هذا يثير إرباكا ما هذه هي السلطة هذه السلطة بتفتحها الأول الذات الواعية في بداية خروجها على قوانين المجتمع ستحاصر في هذه الدوائر حين تعي أبعاد هذه المعركة أنت تحاول أن ترسم خطوطك وتمردك الصغير أو الكبير متعمدا وإن ادعيت كما أشرت إلى أنه أنا شخص حيادي أنا أحاول أن أخلق المعادلة الصعبة لكنني أنا كنت وما زلت أرفض أن أتحول إلى مجرد كائنات مصفرة باهيتة حيادية لا يعني خطى لها في هذه القيود التي تخلقها البيئة أو تضاعها أو العراف تقولين أقف على حافة الأشياء أعيشها أحسها مثل بطلة رقصة الشتاء الأولى يعني أظل محلقة كبطلة هذه القصة يعني لا أدخل الحياة أوقف على حافة الحياة كيف تقفين على حافة الأشياء يعني إذا أردت أن أقول ما أؤمن به تماما أنا أؤمن أن التجربة الإبداعية هي تجربة كارثية انفصالية بشكل ما أنت تقول نفسك فإذا أردت أن ترسم العوالم مثل ما تؤمن بها أنت بلا شك أنت ستخرق كثير من القوانين فمن الطبيعي الذات المبدعة في بداية تفتحها دعنا نقول لديها تصور إزاء الذات وإزاء ما يحيط بهذه الذات من عوالم سواء كان الفضاء المكاني أو الطبائع المجتمعي الثقافي السياسي الفكري بغض النظر فأنا دائما كنت أستشعر أنه في بداية النظوج وبداية التفتح أردت أن أعيش الأشياء كما أحسها أنا وهذا ليس متاحا فالإحساس بالتحليق الإحساس بتفتح الرغبات الإحساس بأنك تريد أن تحية قصة استثنائية تختلف عما يتواجد في هذا الواقع الذي يعني يرسم بخطوط تقليدية لا يجوز لك أن تقفز بعدها أو أن تتجاوزها هذا يبقيك على حفة الأشياء أنت تستشعر حركة الظل حركة الضوء تختزن التفاصيل تلتذ بالأشياء تشعر بنفسك خفيفا فدون أن يترجم ذلك إلى فعل واعي حقيقي على أرض الواقع وأنا كنت دائما أعز ذلك إلى أنه أنت في بداياتك ربما لا تستطيع أن تدفع هذه الأثمان فتقف على حفة الأشياء أما عن ذلك التماهي مع بطلة رقصة الشتاء الأولى فمرده إلى أنه أنا شتائية المزاج وأغلب الأعمال الكتابية تفتحت في أجواء شتائية يعني بمجرد أن تقف على النافذة وترقب هذا الرذاذ المطري اللذيذ الجميل وتتسلل لسعة البرد إلى دمك هذا يعني أنا بسميه بدايات البوح والتفتح فتبدأ في الكتابة الذات الأنثوية في رقصة الشتاء الأولى هي هذه المرأة التي اكتمل النحت والجسد والفكر والوعي موجود الدفق العاطفي مكثف كبرت في التصور الاجتماعي إلا أنها في دواخلها ما زالت طفلة تحلو بحفنة كبيرة من الأكسجين لا تريد قطبان النفذة لا تريد المربعات المرسومة في السجاد لا تريد زرة القميص المغلقة بإحكام هذا التمرد الصغير الذي حملته الصبية الموجودة في رقصة الشتاء الأولى تريد من خلاله أن ترسم العالم كما ترتقي ولذلك هي ترفع ذراعيها كما تلاحظ على غلاف المجموعة بأقصى امتداد لها وتحاول أن ترقص رقصتها المطارية الأولى التي يلعب فيها المطر بما يشبه الموسيقى التصورية نعم رقصة الشتاء الأولى بدأت أن توقف عند العنوان فإذا لاحظت أنها لا تغرس رجليها في الطين لا تريد ذلك تريد أن تحب طريقة مختلفة تريد أن ترقص بطريقة مختلفة وهذا كل خروج عن القانون حتى الحب التصور التقليدي بالنسبة لها الرغبات بالتصور التقليدي بالنسبة لها هذا كله مرفوض فتحاول أن تخلق عوالمها وأن تنظر من زواياها الخاص وهنا يكمن الألم طبعا الشتاء طبعا من أجمل فصول عند الشعراء والمبدئين دائما حيث المطر حيث عبق الأرض عندما تبتل لون الشجر هذا اللون الأخضر عندما يبدو زاهيا حين يعانقه المطر سحر الدفء أمام الكوانين كل هذه العناصر ومفردات يستحضرها الشائر المبدع في فصل الشتاء لذلك هذا الفصل يعني هو الرافض الكبير للكتابة والإبداع طبعا من جانب آخر هناك من ينظر للشتاء لأنه فصل الحزن أو الكآبة أو الغيم حيث السماء داكنة ودي أن أنفذ من خلال هذا الموضوع إلى كوامل لندع بيد اختيار رقصة أو هذا العنوان رقصة الشتاء الأولى اختيار هذا الفصل الذي تكون فيه الرقصة الأولى من أي نافذة دخلت إلى هذا العنوان أعتقد أنه أقرب إلى النفذة الأولى التي أشرت إليها يعني أنا أؤمن بأنه الإحساس بمخاض الأشياء الشتاء هو بداية التفتح لكل شيء بانتظار الربيع فهذه الإرهاصات الأولى أو المخاض بما قد يدور به من تفتح للحواس رائحة التراب صوت المطر انتزاج الطبيعة بكل ما فيها من بذور كاملة ومن أعشاب تطل برأسها من صدر هذا التراب أنا برأيي أنه هذا هو الألذ وهذا هو الأعذب وهذا هو الأجمل فأنت حينما يعني تحيا ما تستشعره من احتقان لهذه الحياة في داخل التراب مع هذا العزف المطاري هذه أجواء ولادة وأجواء الولادة هي كانت أجواء رقصة الشتاء الأولى لأن هذه المرأة أو اللي أسميها الذات الأنثوية قررت أن تعلن نفسها كأنثى ناضجة لتخلع طفولتها التي تعلقت بها زمنا طويلا ربما قد تأخر أو طال فأرادت أن يعني تعلن للكون وإن قصوا أجنحتها أو حاولوا أن يقصوا هذه الأجنحة أن الآن هذه الأجنحة بدأت تنمو من جديد وهي تريد أن تفتح ذراعيها بأقصى انتداد لتحلق في أجواء بكر نقية شتائية بانتظار الربيع قد يأتي يعني إذن إذن هي الرقصة الأولى هي الانتقال من مرحلة الطفولة إلى مرحلة النضوج التحليق في فضاء الإبداع والكينونة تقولين ها أنا الاعتراف بالذات والاعتراف بالجسد هذا الذي كان في رقصة الشتاء الأولى تقولين أفتح نافذتي لأتنفس خدرا أو ما أستطيع من الأكسجين وألم الجمال حيث يحل ولا أبالي أو لا يعنيني إن قالوا خارج عن القانون هل هو تمرد؟ هل أنت متمردة؟ أنا أرى بأن حين أطالب بإنسانيتي وأن أحيى الحياة التي وجدت لأجلها على هذه الأرض كما أنا أؤمن بها وكما أحسها ينبغي أن لا يكون هذا خروج عن القانون ينبغي أن يكون هذا هو الحق المشروع الطبيعي لكن الحقيقة نحن لا نستطيع أن ننكر أننا نحن في المجتمعات الأبوية التي الصوت بها يحمله الرجال أو يحمله الذكور أو دعني أقول المؤسسات باختلاف أنواعها لأنهم رجال قبيلة في النهاية هم يضربون بصوت المؤسسات الاجتماعية والسياسية والدينية يعني كلنا نعرف ذلك فما هم إلا رموز أو أشياء أو أدوات تحركها السلطة في النهاية شيئنا أم أبينا هذه المجتمعات لا تنظر إلى المرأة إلا في حدودها الجسدية وتحاول أن تؤطرها داخل هذا الإطار وتجعل من البيت والمنزل هو مساحة الحرية الوحيدة المتاحة وقد تتحول إلى حجرة واحدة في المنزل وتحيا كثير من الاضطهاد وكثير من العذبات وأنا دائما يعني يسألونني هل هي أنتي ليس بالضرورة أن أكون أنا أنا يعني عشت في عائلة متفهمة يعني تؤمن بالعلم وتؤمن بالكتابة وفيها كثير من الإبداع وهناك مساحة جيدة ومتاحة من الأكسجين أو من الحرية إنما على الكاتب أن يتقمص أوجاع غيره وأوجاع عالمه فيصوق هذا العالم يؤرخ للجمال ويؤرخ للقبح بغية تغييره أنا أقول دائما إذا أنا خلقت عالمي على الورق واستطاع المتلقي أن يقرأ هذا النص فيشعر بالنفور من إحدى الشخصيات أو يشعر بالارتياح والتخيل والحب إحدى هذه الشخصيات فقد نجح بالتأريخ للقبح والجمال معا فأنا أقول أنه إذا أردت أن تحيا الحياة كما ترتقيها فبالتالي لابد من أن تكون إذا سموك متمرد أو خارج عن القانون هذا عائد لهم لكن هذه المجتمعات تحاول أن تسجن المرأة في هذا الإطار وإن خرجت على هذا الإطار تقع في دائرة التساؤلات وأنا أقولها يعني على العلم أنني في كل محطات حياتي منذ أن كنت طفلة يعني أتسلق الشجر مع الصبيان ومع أصدقاء الطفولة وإلى أن فتحت أبوابي وذهبت إلى المدينة وبدأت أشكل الفكري في الجامعات وقراءاتي وبدأت أمسق قلمي وأخربش وأقول نفسي كنت دائما أمام تساؤل كبير يضعونني في مواجهته هل هذه أنت؟ أنت ماذا تريدين؟ هل ستخرجي على قوانين القبيلة؟ قلت لا أنا عبارة عن خط أحمر خط الأحمر كثير الوهج مضيء مشيع يلفت انتباهي الكثير فدعاة التحرر الذين ينظرون إلى المرأة بصورة معينة يظنون أنني سأقفز خارج هذا الخط الأحمر وإن قفزت خارج هذا الخط الأحمر أنا أقفز قفزتي الخاصة يعني بمعنى أنه أحس الأشياء لا كما يحسونها وأفكر بالأشياء لا كما يفكرون بها والتقليديون الذين يريدون أن يجعلوا من المنزل والأطور الجسدية ونظرتهم للمرأة هي واحدة أيضا يشعرون بأنني خط أحمر لا أشبههم فهنا تكمن المعادلة هل أنت متمردة؟ فلأكون ما المنع يعني في ذلك أنا لا أخف ووضعك أكاديمية بصراحة وضعك أكاديمية يفرض علي كثير من الأحيان ألا أعلن ذلك على الملأ فتحاول أن تظهر البحث عن الكينونة البحث عن مضاردة الحرف الإبداع الكتابة بكل تفاصيلها هل هو مبرر للخروج أو التمرد على الأعراف الاجتماعية؟ أنا أسميه الوعي بالذات إذا أنا أردت أن أطالب بكينونتي وبهويتي وبحقوق الإنسانية واختيارات الحرة على سطح هذه البسيطة فإن تصدى لأحدهم فليكون من الطبيعي من الطبيعي لأن أساسا هذه العلاقات قائمة على ثنائيات لابد منها السلطة المجتمعية تحاول أن توسع نفوذها وكلما زادت درجة الوعي وزادت الإحساس الذات بكينونتها وهويتها بالتالي هي ستهدد هذه السلطة بشكل ما فتقوم المساء دائما على ثنائية الإخضاع والتمرد هذه تحاول أن تخضع لتزداد هيمنة وسطوة والأخرى تحاول أن تسترد أو تنعتق أو تخرج من دائرة الاستلاب والتشوه التي ربما تفرضها هذه المجتمعات على الذوات الحرة لأن الذوات الحرة تشكل تهديد شيئا أم أبينا فأنا لا أسمي أن أريد أن أحطم كل هذه الأعراف وأن أخرج على تقاليد المجتمع لا أنا أحاول أن أخلق مساحاتي الخاصة هل تستطيع المرأة؟ هل تستطيع أنها تحافظ على هذا دون أن تمس بهذه الأعراف وهذه القودة الاجتماعية وتثبت كينونتها وتبدع وتقدم؟ أنا أقول أن الكتابة هي الطريقة المتحضرة للتغيير فإذا أردت أن تغير هذا المجتمع عليك أن تكتب وعليك أن تكتب بحرية لأن الإبداع فعلا يتغذى على الحرية فإن كتبت وأنا مكبلة الأفكار ومكبلة الأيدي وسيفهم فلان كذا وسأحط بعلمات الاستفهام وسيحاكمني المجتمع فتلك مصيبة فربما أتخذ من الكتابة طريقة للبوح وأن أرسم العالم كما أريده أو كما أحسه وكما أختزن تفاصيله لكن هل تستطيع المرأة المبدعة أو الكاتبة أن تفعل ذلك؟ هذا سؤال فطفاض أنا أرى بأن المسألة لها علاقة بمدى الوعي الموجود لدى هذه الكاتبة زد على ذلك الطبيعة المجتمعية بعض المجتمعات المعركة صعبة مدفوعة الثمن وهذا الثمن كبير يعني ما لدفع الثمن المرأة الكاتبة تدفع الثمن بلا شك يعني المجتمعات المنفتحة أساسا الفعل التمردي لا يسوي شيئا لأنه أساسا هو قائم وما تدفعه من الثمن هو قليل جدا لكن مجتمعات المحافظة أنت بلا شك تدفع كثير من الثمن فله علاقة بالوعي بالطبيعة المجتمعية والتاريخية الموجودة في المنطقة أو في المكان ويتكئ أيضا على مدى تمكن الكاتبة من تقنيتها وأدواتها معدرة تنسى نكون بعد الفاصل معدرة شكرا جزيلا فاصل قصير ثم نعود فابقوا معنا أهلا بكم من جديد وحلقة جديدة من برنامج فضاءات ضيفتنا لهذه الحلقة الناقدة الأكاديمية العربية من الأردن الدكتورة لندع بيت موضوع حلقتنا لهذا اليوم الموهبة والبيئة أعوذي لك دكتورة لندع بيت شكرا جزيلا أتحدث عن خروج المرأة أو محاولة مواجهة القيود والعراف التي يفرضها المجتمع وتقول أن المرأة دائما تدفع هذا الثمن دائما تتحدثين عن سلطة الأب أو السلطة الأبوية أظن أنك أصدرتي كتابا نقديا في هذا المجال تمثيلات الأب في الروايات النسوية العربية الأب هنا الأب هو الأب يعني الذي الوالد أم هناك إشارة إلى السلطة العليا إلى الأنظمة المتسلطة على الشعوب التي تقيد أيضا الكاتب سواء كان امرأة أو كان رجل تقييد الإبداع طبعا موجودة هذا الحالة في مجتمعاتنا العربية إشارة إلى الأب في هذه الروايات هل إشارة إلى الأب فقط هو الوالد؟ لا ليست هي إشارة إلى ممكن أن يتسع إلى أن يشمل المؤسسات والسلطة والسلطة لا هي إشارة إلى السلطة على امتدادها وعلى اختلاف مسمياتها إن كانت سياسية أو اجتماعية أو دينية كل ما يحاصر هذه الذوات الواعية ويحاول أن يحصر حريتها إنما الأب الذي طرح في الأعمال الروائية المتناولة في هذه الدراسات الدقدية كان الأب بوصفه ممثلا لهذه السلطة إذ أنه داخل الأسرة كما نعرف هو الذي يحمل هذه العصى المجتمعية ويحاول أن يطبق قوانين المجتمع قدر المستطاع وأن يحد قدر ما يستطيع خرق التابهات المجتمعية الثلاثة التي كلنا نعرفها فحاولت أن أستجلي هذه السلطة وعلاقتها بالذوات الانثوية النسوية التي تتحرك داخل أربعة عشر عملا روائيا نسويا أتوقف عند مصطلح رواية نسوية أو أدب نسوي نسمع بهذا المصطلح دائما في المشهد الثقافي أنه هذا أدب نسوي يعني عندما نقرأ عملا أدبيا سواء كان ديوان شعر أو رواية أو مجموعة قصصية دون أن نعرف جنس الكاتب هل يمكن أن نصنف أو نجنس هذا الأدب أو نعرف أنه هذا الكتابة صدرت من إمرأة أو رجل الحقيقة مصطلح الأدب النسوي يعني إذا أردت أن أتحدث عن ذلك يعني أنا أرى أنه بمجرد أن تصنف الأدب إلى نسوي أو ذكوري أو إلى غيرها من المسميات هذا بحد ذاته عنصرية أنا أرى بأن الأدب والإبداع هي حالة كتابية لا تعبر عن الذات فقط بل تعبر عن الذات والعالم هذا الذي يحيط بنا عن الهموم المجتمعية والهموم العامة على اختلاف أنواعها فإن كان الكاتب رجلا أو امرأة هذا لا يهم كثيرا إنما مصطلح الأدب النسوي في الحقيقة هو موجود عندنا في النقد الرواية أو النقد الأدبي وهو يعني نستطيع أن نحصره أو أن نعرفه فنقول هو أدب بردكالي انفصالي يرى بأن المرأة محصورة بقيود وحقوق هذه المرأة لابد من استردادها هل الاسترداد يأتي بمن؟ يأتي من السلطة ولذلك هي محاولات لإعتاق المرأة ولمنح هذه المرأة حقوق قضيتها ويعني أن تسترجع ذاتها وتمارس إنسانيتها هذا الأدب الراديكالي الانفصالي الذي أصلا هو يعني يتبنى لأيديولوجية التحرر النسوي وقد جاء نتيجة لحركة التحرر النسوي في الوطن العربي وطبعا مثيلاتها في أوروبا التي كانت البدايات من عندهم ثم إلى أن وصلت إلينا يعني تعتقلين هناك لا لا ما أريد أن أقول أقول هذه التسميات موجودة وهذا الأدب يتمنى قضية المرأة وينافح عنها ويحاول أن يساعدها في قضيتها وكفاحها لتنعتق من السلطة الأبوية الذكورية ربما تكون المرأة أقرب إلى الإحساس بهمومها ورغباتها وفجعتها تجاه الحرب المجتمعية الحقيقة الشرسة تجاه أن تتنفس ما تستطيعه من الأكسجين لكن أنا أرى أن بعض الرجال كتب عن المرأة حتى كتبات الرجال عن النساء الذين دافعوا عن قضية المرأة أيضا يندرج ضمن مسمى الأدب النسوي يعني الأدب النسوي ليس حكرا على النساء الروائيات أو الشاعرات أو المدعات لا أيضا على الرجال الذين نفحوا عن قضية المرأة وكتبوا من أجل المرأة ذات على ذلك أن بعض النساء هي سلطة على المرأة أكثر من الرجل ووارد في علم النفس أن الضحية تحب أن تنشئ ضحية مثلها ولذلك نحن نجد أن أزمة المرأة مع المرأة أحيانا أكبر مما هي مع الرجال لكن بعضهم حاول أن يحصر فكرة الأدب النسوي فقال النساء لا يكتبنا سوء سوى يكتبنا حول الذات وتهويمات هذه الذات ورغبات هذه الذات فاتهما بأنه مغرق في الذاتية ولا يحاكي الهموم المجتمعية لكن الحقيقة الأمر ليس على هذا الحال المرأة تكتب عن جسدها تكتب عن همومها تكتب عن أفكارها إلا أنها أيضا كثير من الأعمال الروائية النسوية كتبت بسارد مذكر وعالجت كثير من القضايا المجتمعية والفكرية فهي محاولة لتجميل هذا الواقع ونفض القبح والاستلاب والتشوى عن هذا الواقع لكن هل أستطيع إن قرأت عملا دون أن أرى الكاتب أن أقول هذا رجل أو امرأ أنا رأيي أنه لا نستطيع أن نجزم تماما ربما تشعر أنه مثلا هذا يتحدث عن هموم المرأة كثيرا فربما أن تكون امرأة وقد تفاجأ بأنه الكاتب هو رجل ويعيق قضية المرأة أكثر من نساء كثيرة فهي المسألة المرأة ربما تكون أدرى بقضيتها وبتفاصيلها لأنه هي التي تعيش القضية أكثر من الذي يراقب من الخارج لكن الإنسان هو الإنسان طموحات الأحلام الخيبات الحمقات الامتداد الطموح الاحتقانات الانتكاسات فلماذا نحجر على الأشياء ونقول هذا أدب نسوي تكتبه المرأة لتنافع عن قضيتها وهذا أدب ذكوري فالحقيقة أنا لا أحب هذه التسمية لماذا تعتقدين أن هناك قصدية في التجنيس للإساءة إلى أو محاولة التقليل من بريق الأنثى ربما القصد منه أنه يعني إعطاء تفاصيل أكثر عن الكاتب عن من قام بهذا العمل ربما ليس هناك قصد في الإساءة لا لا أنا لا أقول أن التسمية فيها قصدية في الإساءة التسمية جاءت لتشير إلى هذا الأدب الذي ينافح عن قضية المرأة ويدعو إلى إعتاقها بشكل ما سواء كتبه الرجل أو المرأة لكن أنا ما أردت أن أشير إلي إلى أن كثير من الناس أو كثير من النقاد وكثير من الكتاب أشاروا إلى أن الأدب النسوي بالذات هو ليس إلا مجموعة من هذه التهويمات المغرقة في الذاتية وفي الحديث عن المرأة ورغبات المرأة وجسد المرأة وعلاقتها بالرجل وإلى آخره لكن أنا ما أردت أن أشير إلي بعيدا عن فكرة أن المسمى يسيء أو ينتقص أو لا 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 ليس هذا ما أريد أن أشير إلي أردت أن أقول أن كثير من النساء نفحنا عن القضايا الكبيرة وخرجنا من الذاتية إلى العام ومزجنا بين الخاص وبين العام فالأدب هو الأدب إن كتبه الرجل أو كتبته المرأة المجموعة القصصية لك ما تبقى من الياسمين والياسمين يعني دائما اقترن بالجمال عانق خيالات الإنسان وأحلامه وغالبا ما كان سفيرا للجمال والذوق والرقي أمام أو في ظل اتساع مساحة القبح نسأل ماذا بقي من الياسمين أو ماذا تبقى من الياسمين ولذلك أنا قلت آخر ما تبقى من الياسمين وفي الإهداء كتبت إلى آخر ما تبقى من ياسمين المدينة الحقيقة زهرت الياسمين بالذات وفي المدن على وجه الخصوص لها تأثير كبير على تفتحي وعلى أحسيسي الداخلية يعني كنت كلما أنهيت عملي في الجامعة كنت أبقى في مكتبي إلى وقت متأخر إما أقوم بأعمالي البحثية أو ببعض القراءات يعني كان لي علاقة خاصة بهذا المكتب أحب مكتبتي وأوراقي وخربشاتي في ذلك المكان بعد أن أنهي عملي كنت في وقت المغرب أو ما بعد المغرب أتمشى وحيدة في شوارع المدينة فهذا ليسمين المعلق على الجدران طالما استوقفني ويا للجمال إذا كان قد غطته بعض قطرات الندى أو قطرات المطر هذا الرذاذ الجميل فهذه الزهر الحقيقة تشير إلى النقاء تشير إلى الرقة تشير إلى الرهافة تشير إلى هذا العالم الداخلي الشفيف الذي ربما يستشعر الكاتب أحيانا وكنت دائما أتساءل يا الله هذه اليسمينات أو الحبات المتساقطة على الأرض من اليسمين زهرة رقيقة سريعة التداعي وسريعة الكسر وهشة كنت أقول أن اليسمين شاهد على كل الحكايات شاهد على قصص الحب على الأرصفة على الفراق على الجوع على الفقر على الخيبات على كل شيء حتى على الزحام وعلى المرة وعلى ما يدور من أحداث يومية الأشخاص متفاوتون في تعاملهم مع هذه الزهرة منهم من تشده كثيرا فيقف على شباك سيارته أو يراقب من شباك السيارة ويستمتع بهذا المشهد منهم من يتجرى أكثر ويريد أن يلتقط صورة بجوار اليسمين منهم من يبدو أكثر رهافة فربما يأخذ بعض زهراته ويضعها في شعر حبيبته أو يقيها في يده ويجتم تلك الرائحة فكل هذا الجمال أنا شعرت بأنه كان معلقا في قلبي وفي ذهني وفي وجداني بزهرة اليسمين وطالما حلمت برجل يسير قربي في شوارع المدينة نعبرها معا ويعلق بشعر زهرة من زهور اليسمين وهذا الحلم بحدي ذاته وخرق لهذه التابوهات التي نشير إليها سواء في القصيدة وأعتقد في قصة في رقصة الشتاء الأولى تسمى بياض أيضا هي مستقام من أجواء اليسمين فما تبقى من اليسمين يا سيدي هو أقل القليل إلا أننا نتشبث بأقل القليل لنكتب لنقول أنفسنا ونستشعر ذواتنا التي تحيا في دوائر التهر جميل أنت تكتبين الشعر لكنك تميلين إلى حب الرواية وهناك من يقول أن هذا العصر هو عصر عصر الرواية فكيف ونحن أمة تتنفس الشعر أن يكون عصر هذه الأمة عصر الرواية هذه المقولة الشائعة يعني نحن في عصر الرواية ربما بحكم زخم الأحداث وصخب الواقع السياسي المحبط الموجود الرواية تتسع لذلك كثيرا الشعر ربما تطول هذه الدفقة تقصر هذه الدفقة بغض النظر عن مستوى الجمالية أو مستوى الكثافة ربما لا يتسع لأنه أريخ لكل هذه التفاصيل لكنني بصراحة يعني لست مع هذه المقولات أن نقول انحسر فن على حساب فن للرواية جمهورها وللقصة القصيرة أيضا وكذلك الشعر والشعر أثبت خلوده وأثبت بقاءه يعني هو ديوان العرب فلا نستطيع أن نقول والله الرواية يعني هيمنت يعني استحوذت على الأشياء زد على ذلك أنه أنا أحيانا أميل إلى تصور أنه كثير من المسابقات وكثير من البرامج الثقافية تطرح جوائز باهضة ويعني ثمينة للمسابقات المتعلقة ثقافيا في الرواية فهذا قد يكون مسوق أنه كثير من الكتاب توجهوا إلى كتابة الرواية ربما دون القصة القصيرة حتى فصولنا نقول أن هذا العصر عصر الرواية الكتابة في هذا الزمن لم تعد الكتابة لأجل الجمال الكتابة لأجل الإصلاح أو تغيير المجتمع أو لا 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 فأحيانا هذه الأشياء ربما تجعل أن إقبال الناس على الرواية أكثر من إقبالها على القصيدة لكن القصيدة باقية شيئنا أم أبينا هي دفقة الروح ودفقة القلب والوجدان التي تتفلت منا في أي لحظة لكن الرواية تحتاج طقوسا وتحتاج أجواء تحتاج تفاصيل طويلة يعني أنت قد تكتب القصيدة في ساعة أو ساعتين أو يوم أو نهار لكن الرواية تحتاج زمنا ثقيلا حتى الزمن في داخل الرواية هو زمن ثقيل لن نستطيع أن نقول والله انحسرت القصيدة وهيمنت الرواية هم قالوا أن الرواية تختزن الأحداث أكثر وتتسع لهذه التفاصيل أكثر مما قد تغطيه القصيدة لا أكثر ولا أقل لكن لكل فن جمالي من وجهة نظر نقدية يعني بعضهم يقول أن إقبال الجمهور أو يعني إعجاب الجمهور بجنس أدبي معين ممكن أن يتخذ معيارا للنقد هل يمكن أن يكون إعجاب الجمهور أو مساحة الجمهور أن يعتمد معيارا لنقد جنس أدبي معين أنا أعتقد أنه نقديا لا لأن الجمهور بطبيعته انفعالي ولذلك أنت حينما تحظى بواحد على المنصة يحسن الإلقاء دون التدقيق في كثافة اللغة أو جمالية التصوير أو الدقة على رصد التفاصيل وغيرها من التقنيات الضرورية أو مدى تملك هذا المبدع سواء كان قاصا أو شاعرا أو ناثرا بغض النظر عن المسمى أو مسرحيا مدى تملكه للتقنيات وطريقة البوح أو تشكيل المضامين الجمهور لا يستطيع أن يلتقد ذلك يحظى بجماهيرية عالية ويعلو تصفيق في القاعة وفلان والقصيدة الجميلة الجمهور بطبيعتهم فعالي لكن المتخصص هو الذي يقرأ هذا العمل ويدقق في هذا العمل ويحاول أن يستجلي أو يفتح هذه الحجب وهذه المغالق فالحقيقة أنت تعامل نقديا مع عمل معين ما إن كنت تحب هذا العمل وهو تماما مثل لذة التعامل مع كتابة نص إبداعي تماما وهو مثابة مغامرة تقرأ وتبحر وتفكك المغاليق وتحاول أن تستجلي وأن تقف أمام التقنيات وسلاسة اللغة ومدى تملك هذا المبدع لأدواته فهذا الجمهورية لا تستطيع أن تمسك بهذه الأشياء حتى وإن كانت من خاصة الناس تلقيت دورة في الإعلام في الجامعة الأردنية الدراسة الأساسية والتخصص هو الأدب أدب النقد ما ضرورة أن تتلقي دورة في الإعلام ماذا استفدت من هذه الدورة وهل هي ضرورة للناقد والكاتب أن يتلقى هذه الدورة قلت لك مرة أنني أحاول أن أكون نفسي وأن أحقق الأشياء التي أحب أن أكونها نفس الطفلة التي كبرت وبقيت من الداخل تتفلت منها تلك الطفولة أحيانا وكانت تسرع يعني أقول تشكل الطين عرائسة وتتشاقى وتقطف اللوز من بستان الجد يعني إلى غير هذه الشقوات التي أنا لا أستطيع أن أتفلت منها حتى في أعمالي الإبداعية دائما ثمت ذات ترتد نكوصيا إلى ذلك الماضي الجميل كما تريده أنا أردت أن أدرس الصحفة والإعلام أصلا في الجامعة كانت لدي رغبة ذاتية أن أدرس الصحفة والإعلام فكانت النقاشات العائلية حول الموضوع وأنا قلت أنه أنا أحيا بخضم عائلة يعني من المثقفين والمتعلمين فقالوا أن السوق لا يحتاج إلى هذه السلع كما يسمونها فتدرسي صحفي وإعلام وما تشتغلي فمشكلة فصاروا تصدوا لهذه المسألة وطلبوا أن أدرس اللغة الإنجليزية أو الفرنسية وأنا لا أريد لا الإنجليزية ولا الفرنسية أنا بحكم الكتابة وبحكم دعني أقول التفلت أو هذا اللي سميته أنت تمرد أو شيء أريد ميدانا حرا أتحرك به أقول نفسي لاحظ أنا دائما أحرك يدي لا أستطيع أن أنضبط فقلت أدرس أدات في الجامعة الأردنية ثم أدرس الإنجليزية كما تشاءون وتحايلت عليهم ودرست اللغة العربية فبقيت الصحفة والإعلام هذا الهاجس الذي طالما أردته نعم فالتحقت بهذه الدورة التي الحقيقة لم تضف لي شيء كثير يعني كيف تكتب الخبر الصحفي كيف تصنع ريبرتاجا أو شيء فهي يعني مجرد تحقيق لرغبة كاملة قبل أن نختم الوقت أدركنا قبل أن نختم ودي أن نسمع نصا شعريا سأقول شيء مما أتذكر أقول أتدرم المطر يلون الشتاء فيه سترتي أطير للبعيد على جناح طفلة مقطوعة اليدين ولم تعد تطير شتاء عليك شتاء علي فخل الطفولة على شفتي وكن مثل طيف يجيء شتاء بعتم إلي تعال نصلي لصوت المطر وخل الحكاية تقود الخطى وكن مثل طيف بلون المطر سألت المساحق فوق المرايا لماذا تحب النساء المرايا لماذا يحب الرجال النساء المرايا وحبات ماء الشتاء مرايا دموع الغريبة فوق الرصيف مرايا 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 مقطع صغير إن كان لي أن أستعين بالورقة من المتوفر قصيدة صغيرة لقطرة مطر أبيض ابنتي الصغيرة ناي أنا عندي توأم صغيرة ريفان ونايا زهرتان جميلتان أو يسمينتان أقول لنايا في أرض الإسمنت الميت حلم يتكاثر مثل العشر زهر الرمان على الخدين والشفة أحلى من عنب زنار الثوب قصيدتها إن دارت يتوقف كوني كي ألثم كفا من مرمر والشعر البني المسكوب يتطاير في صالة بيتي إن ضحكت أو دار الفسان أو سقطت تلك الرضاعة ستنادي ماما يا ماما وتصير الماما من سكر ستنادي ماما يا ماما وتصير الماما من سكر وتنادي يانا يا الحلوة العشب يطل من الإسمنت الحب يطل من الإسمنت أحسدها تلك الرضاعة تحرسها أو تار العنار ناياتي يا أجمل قطة ناياتي يا أجمل قصة زهراً مقدوداً من نبضي وعروساً تخرج من قصصي ناي عسلي العينين إن غنت ماما يا ماما يتدل الورد من الجدران وتصير الماما من سكر شكراً لكي الناقضة الأكاديمية العربية من أردن الدكتورة ليندا عبيد أشكرك جزيل الشكر ويعني سعيدة بتواجدي بينكم فعلا أعزنا مشاهدة نشكر لكم حسن المتابعة ودعوكم البقاء معنا للتواصل مع باقي فقرات البرنامج شكراً لكم شكراً شكراً لكم 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 شكراً لكم